السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد الكثير يسأل من أين أبدأ في اللغة الإنجليزية من المهم جدا في أي لغة في العالم أن تتعلم الضمار مثل بالعربي هو هي هم أيضا باللغة الإنجليزية يجب أن يتعلم الضمار لدينا أربع نواع من الضمار يجب أن أبدأ بها وأتعلمها وأكررها وأمارسها بشكل يومي بالتالي أتقن استخدامها إذن أول شيء أبدأ فيه يجب أن تعلم الضمار في اللغة الإنجليزية ممكن شخص يسأل ما هي الضمار راح أكتبها على السبورة أيضا موجودة على القناة بشكل مفصل لكن فقط للتذكير بها إذن كما قلنا أول شيء أبدأ بالضمار إذن ضمار بحالة الفاعل I, he, she, it, we, you, they بحالة مفعول به Me, him, here, it, us, you, they بحالة الملكية My, his, here, its, our, your, theirs بحالة ضمار الملكية Mine, his, hers, its, ours, yours, theirs إذن هذه موجودة على القناة التي يحب أن يرجع لها يجب أن تبصمها بصم لماذا؟ لأن باللغة الإنجليزية الجملة subject, verb, complement فاعل وفاعل وتكملت الجملة الفاعل ممكن يكون اسم شخص علي محمد أحمد خالد وهكذا اسم شخص يكون واضح ممكن يكون ضمير يكون ضمير كيف أقول أنا, هو, هي إذن يجب أن أتعلمهم بصم بحالة المفعول به تأتي بعد الفعل أيضا مثلا Give me, give him, give her, give it إذن يسهل علي كثيرا أن أتكلم وأكتب باللغة الإنجليزية هذه الضمار أيضا ممكن يكون أملك شيء معين مثلا My car, his car, her car وهكذا إذن من المهم جدا أن أبدأ باللغة الإنجليزية بتعلم الضمار وبصمهم بصم أيضا يجب أن يتعلم الضمار غير محددة مثل Someone, somebody, anyone أيضا راح أكتب مع السبورة يجب تعلمهم أيضا موجود الفيديو على القناة اللي يحب يرجع لهم بشكل مفصل إذن هذا الضمار غير محدد باللغة الإنجليزية مثل عندنا Anybody يعني أي شخص Anyone أي أحد Both Each Everybody A few Few Many Neither أو neither أثنين صحيحة Either 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 أثنين صحيحة أيضا Nobody One Several Somebody إذن يجب تعلمها تساعدني أيضا بالحديث والتكلم باللغة الإنجليزية أساسيات اللغة الإنجليزية يجب أن أبدأ بها إذن ضمائر وأيضا ضمائر غير محددة أيضا يجب أن أتعلم أدوات الإشارة وإسماء الإشارة إذن This That These Those There Here إذن من الأساسي كما قلنا تعلم هذه الكلمات ومعرفة استخدامها أيضا يجب تعلم أدوات الاستفهام مثل عندنا Why When What Where إذن يجب تعلمها لماذا عندما أسأل سؤال لا أستطيع بدونها أن أتكلم مثل لماذا أين لماذا إذن لتشكيل سؤال نحتاج هذه الكلمات بالتالي ما يفي حال عندنا ألا نبصمها بصم وسهل ليس من الصعوبة حفظها When Which Whom Who Why How Where Whose What How many How much How often How often How far How long How old How wide إذن يجب تعلمها أيضا الحب يرجع على القناة موجود الدرس بشكل مفصل كيف أستخدمهم وكيف ألفظهم ومعانيهم إذن لا أستطيع تشكيل سؤال بدون هذه الكلمات شخص يقول له أستطيع تشكيل سؤال احفظ هذه الكلمات بالتالي انتقطعت 70% من تشكيل السؤال أيضا يجب تعلم أفعال الكون Am is are Was where Do Does Did Have Has Had أيضا من أساسيات اللغة الإنجليزية يجب تعلمها ومعرفة كيف استخدامها إذن Am is are عدنا Am و is الماض منها was وعدنا are where Have has الماض منها had عدنا do does أيضا did إذن لا نمكن استخدمها كفعل أساسي في الجملة كما قلنا تبدأ جملة بفاعل بعدين عدنا فعل وتكملة الجملة إذن صار عدنا الفاعل ضمير أو اسم شخص خلص أنطق مثلا أحمد ميري محمد وهكذا إذن هذا الفاعل وحفظنا الضمار انتهينا أو ضمار غير محددة someone somebody someone وهكذا الفعل استخدم فعل كون بسهل عليها أيضا تعلم اللغة الإنجليزية بالتالي أستطيع أن أكتب وأتحدث أيضا تعلمني أسماء الاستفهام what where وهكذا إذن why when أستطيع أن أشكل سؤال إذن من الأساسي تعلم am is are was where have has had do does did الكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وهي من الأساسيات التي يجب أن نبدأ بها في اللغة الإنجليزية الحب يرجع أيضا بشكل الفصل تحدثنا عن am is are موجود على القناة was where أيضا موجود على القناة have has و had أيضا على القناة do does did فيديوهات كثيرة تحدث بها عن استخدام do ثلاثة أو أربع فيديوهات بس عن استخدام do أيضا كيفية استعمالها في الجملة الإنجليزية أيضا يجب تعلم model verse إلى الفعال الناقصة إذن الفعال الناقصة في اللغة الإنجليزية مثل can could must have to should out to may might لماذا لأن دائما تأتي في الجملة في اللغة الإنجليزية حتى الجملة البسيطة مثلا I have to go يجب أن أذهب أعرف فعل go إذن يذهب I أيضا ضمير I go أريد أن أقول يجب أن أذهب إذا استخدم I have to go مثلا أريد أن أسبح أعرف كلمة يسبح swim I أنا لكن أستطيع أن أسبح أستخدم I can swim إذن أستطيع أن أسبح إذن من الأساسيات أيضاً بلغة الإنجليزية يجب تعلم الإفعال الناقصة هذه كما قلنا can could must have to should out to may might إذن بالمختصر يجب تعلم هذه الكلمات قبل أي شيء في اللغة الإنجليزية طبعاً مع حفظ كلمات وجمال بشكل يومي لكن مع حفظ هذه الكلمات بشكل أساسي يجب أن أبدأ فيها باللغة الإنجليزية وبصمها بصم بس من صمتها قطعت شوت كبير في تعلم اللغة الإنجليزية مثل عندنا ؟ هكINS ن ن ها أ ن أو husbands إ politنا الريق الإنجليزية او 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 د boost من تعالي من بعيد וג من íamos سويا ألم أجلا سويا Mae 地 proven م أعط 영상 هنا و why, when, where, which, whom, who, whose, what, how many, how much, how far, how old am is are, was, where, do, does, did, have, has, had, can, could, must, have, to, should, out, to, may, might إذن يجب بصم هذه الكلمات مع حفظها كما قلنا لحب يرجع على القناة موجودة جميعها بشكل مفصل بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الأساسيات في اللغة الإنجليزية التي يجب أن نبدأ بها عند تعلم اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته